انت بتشوف ايه التشكيل امثل اللي ممكن يلعب بنادي الزمالك قدام القالية- مع الراجل ده ما تعرفش- ما تعرفش- صعب? لا اسباج بقى من الراجل نفسه انت لو هل لو بتضرب الزمالك شايف تشكيل في ايه اللي هبقى مناسب قدام الندي الآية في حالة الندي الآية في حالة البلاك انا لو مدرب في الفرقة هتبع عندي مشكلة كبيرة جداً- ليه بقى؟ كده لأن انت الفرقة كلها مش في حالتها الفنية ده 얼마.��餐 فرة ندي الزمالك مش كيف سألتك أنت أنا مثلاً أحط دونجا وحط سيف وحط دفنوس الملعب فاتوه طبعاً ناحية الشمال لأنه خلاص جاهز المسلوسي ناحية اليمين الاتنين السردبكات عبغاني والوينش ما عنديش حلول تاني دونجا وسيف جعفر أو دونجا وسوري وأشرف روقة وقامهم سيف جعفر ناحية اليمين زيزو ناحية الشمال نضاي قدام سيف الجزيري والحارس محمد صبح طبعاً صبح طبعاً هو اللي بيلعب دلقتي دول هبقى مؤمن كويس قوي لأنه خد بالك ميزة النادي الأهلي في الجيم ده نص ملعبه نص ملعبه خد بالك الأهلي عنده مشاكل دفاعي والخصم قدامه بيوصل بس عنده توفيق في عدم الأحراس فيه أهداف زي أنه عنده نص ملعب قوي جداً صح عنده سلاسي أو رباعي نص ملعب ديانج سلاية مروان عنده وفرة حمد فاتحي أربع لعيبة وعنده كندوسي كمان معهم بره بس دول اللي هم الرجلهم في الملعب عندك قوة هجومية مش سهلة عندك حسين الشحات وعندك برستاو وكهربا وشريك بره فعندك وفرة من اللعيبة بشكل كبير جداً وعندك البدائل اللي تنزل تعمل الفارق صح النادي الأهلي ما عندهش مشكلة فانت لازم تأمن نص ملعبك وانت بتلعبه بشكل كويس جداً وتعتمد على اللدغات بتاعتك انت بقى وفكرك انت وسرعاتك انت وتقفل قدام النادي الأهلي الملعب لأن الأهلي برضه عنده لعبتين بلعبهم طول الوقت ايه هو لو انا لو انت فرقة بتضغط عليها هلعب طويل في المساحات ما بين السردباك والباك هاعرف هقفل هلك ازاي لو انا لو انت بتسيبنا استحوز واشتغل باعتمد على ان بخلي واحد من التلاتة الدفندراتهم بلعبش باقفش مثلاً لا بيلعب بحمد فاتح وحمدي هو اللي يشتغل وبيكمل بوكس بوكس لحد الجنو بيروح وصل الجنو ويجيب جواه عنده حلول يقدر بيشتغل عليها بس عنده لعبتين قاسين ان انا قلت عليهم والليابة التانية ان حمدي فاتح بيكمل ازاي تعرف تقفل دول في حالة الارتداد سرعة الارتداد بتاعتك انت كلعب كتيمك بسرعة جداً والتزامك في الملعب هتعمله ازاي وهتشتغل عليه ازاي كل الحاجات دي لازم ميستر اوسيريو هيبقى واخد باله منها ده لو لم تشتلعب طبعاً